السلام عليكم ورحمة الله قصتنا الليلة من أروع أجمل القصص اللي جرت على أرض الواقع وحصلت هاي القصة في عام 2020 وتبدأ هاي القصة من القاهرة في مصر وتمر على طريقها على شرم الشيخ وتنتهي في نيورك في أمريكا قصة حقيقية وكلها مواغف مؤثرة وجميلة وأحداثها كلها أكشن وفيها يعني شيء من الحزن والفرح تابعوا معاي هاي القصة للنهاية وكتبوا ملي آراءكم بالتعليقات لكن أخواني قبل نبدأ أطلب منكم ما تنسون الاشتراك بالغناء وتفعيل زر التنبيهات وقصتنا الليلة أخواني الشخص اسمه عمر هذا أخواني شخص اسمه عمر في القاهرة مثل ما قلت ليكم أنه هاي القصة بالساعة الجديدة يعني حصلت في عام 2020 هذا عمر شاب متخرج من كليات الهندسة يعني مهندس معماري وأما لي دور على وظيفة لكن ما أما لي لقي شغل هو متخرج جديد لسه فاضطر أنه يعني لظروفه المادية الصعبة وضعه أنه فقير أنه يشتقل سائق تاكسي وطبعا أخواني الشغل معيب المهم أخواني الإنسان أنه يشتغل بالحلال وكان عمر يقود تاكسيته في شوارع القاهرة المزدحمة هو يبحث عن زباين وكان يعمل ساعات طويلة حتى أنه كان يشعر بالملل والإحباط وكان يفكر بحياته الصعبة هو كان يتيم وانزغره وتربى بدار الأيتام لظروفه يعني المادية الصعبة اضطر أخواني هذا أنه يشتغل سائق تاكسي لعالة نفسه كان يحلم أنه يلاقي وظيفة مرموغة ويصير وضعه يعني يتحسن وضعه المادي وهذا عمر يوم من الأيام هو ماشي بالتاكسي وأمال يدور على ركاب يعد من قدام مطار القاهرة وطبعاً أحداث قصتنا هذه بين عمر وبين بنت اسمها ليلة هاي ليلة تنزل من مطار القاهرة وكانت تزور مصر لأول مرة بحياتها كانت برفقة والدها والدها هذا عنده يعني بعض من الصفقات التجارية وكانت ليلة تدرس في كلية الطب في جامعة أمريكية وتحظى بحيات مرفهة ومترفة وكانت جميلة وذكية ومثقفة وعندها يعني العديد من المعجبين لكنها ما وجدت يعني حب حياتها بعد فهاي ليلة خرجت من المطار وصارت هي يعني مشت هي والدها إلى ساحة الانتظار وأمال ينتظرون تاكسي اتعدي مشان يروحون على الفندق وهذا أخوينا عمر بهذه اللحظة عدى بسيارته التاكسي وطفران وفكرة مشغول من الفقر مستوي هذا من الفقر المهمة عدى بهاي السيارة وشاف يعني رجل مسن بالعمر وفتاة وقف عندهم السلام عليكم قالوا له عليكم السلام قالوا هم بدكم توصيله أنا سايق أجرة يعني يعني تاكسي أجرة قالوا له نعم يا أخي إحنا بدنا نروح للفندق لكن أمال ننتظر ابن أختي مشان يجي هذا اللي أمال يتكلم معاه أبو ليلة قال يعني ابن أختي الحين بده يجي أمال أنتظره انتظر شوي والروح كله يتنى معاك على الفندق فقال لهم على الرحبة والسعة وأنا أنتظرك هنا ليلة أخواني صارت تدحج هنا على هالمناظر المحيطة بيها وهي مثل ما قلت لكم يعني هي جاية برفقة والدها للسياحة يعني مجرد نزها فيعني والدها عنده بعض من الصفقات التجارية بده يجريها يعني جوز شهر من الزمان شهرين بده يسافر ويرجع على أمريكا المهم ليلة هاية نظرة للسماء وللمناظر المحيطة بيها والسماء الزرغاء والشمس الصاطعة والنخيل ها يعني شوف الأشجار اللي حواليها والسيارات المختلفة والناس أمال تروح وتجي يتعرفون يعني مصر زحمة خاصة القاهرة يعني القاهرة معروفة بشدة الأزدحام وضجيج مستمر فهاي ليلة شعرت بالفضول والإثارة وأرادت أنها تكتشف هذا البلد الجديد عليها بنفس الوقت هذا عمر هو اللي يعني ينتظر مثل ما قلت لكم ينتظر لحتى يجي ابنه خطو لهذا الشايب أبو ليلة وبعد فترة بسيطة يجي هذا ابنه خطو للشايب يعني أبوها الليلة ويطلعون بسيارة عمر ويوصلهم للفندق فندق خمس نجوم بمدينة القاهرة وأثناء يعني توصيلهم بيناتهم يعني صار حديث أنتم من وين جايين وكذا ويا حاج وإذا تحتاج مساعدة أنا ساعدك فقال له والله يا ابن أخوي أنا الأصل مصري هذا أبو ليلة أما ليتكلم مع الشايب يعني عمر قاله والله يا ابن أخوي أنا الأصل مصري قال له لكن أحنا من زمان مقيمين بأمريكا بنيورك وبنتي تربت هناك بنيورك يعني من شاء من نشأة طفولتها لكن هي يعني بحكم من سنها أنها درسة المدرسة الابتدائية هنا حنت يعني لهذا البلد وكذا وقالت لي يا ابا أنا بدي أروح معاك سياحة يعني نزهة هالشهر شهرين أنت تخلص التجارة وأرجعنا البلدي أنا وأنت يعني هم مقيمين إقامة دائمة بأمريكا المهم لاحظم على عمر لاحظم عليه أنه شاب ذكي ومحترم وفهمان وشكله أنيق هو بالأصل يعني هو دارس هندسة لكن متخرج جديد وما عنده وظيفة الحد الآن فقال ليهم عمر قال ليهم إذا تحتاجون أي مساعدة أنا أشتغل يعني أعمل ساق تكسي وهذا رقم تليفوني وأي طلبية تكون يعني تجيكم يعني بدكم مشوار بالتاكسي دقهم علي مباشرة أنا خلال خمس دقائق أكون عندكم خلال خمس دقائق فقال له أبوها أنا وبن أختي وبنتي ليلى بدنا نام بالفندق ثاني يوم يعني بعد ما هنا أخواني بعد ما ارتاحت ليلى بالفندق قالت الوالدها أنا بدي أطلع سياحة لكن أنا بدي رغم هذا الساق الذي يجينا يعني يجينا معاه من المطار يعني شاب مبين عليه خلوق وفهمان وذكي مبين عليه مثقف وهذا ابن البلد يعني هو يعرف وين الأماكن الإهرامات وين أماكن السياحة والأماكن الجميلة بمصر فدقت ليلى هنا على عمر سلام عليكم قال هو عليكم السلام قالت له يا أخي أنا أمال أنتظرك بالفندق إحنا الجماعة اللي جبتنا من المطار البارح فقال لي يا تمام أختي أنا خمس دقائق أكون عندكم ما بشوي ويني أمال يضرب زمور قدام الفندق وتطلع ليلة هاي مع عمر وهي نعاد بلشت الأحداث أحداث العكشن والأحداث اللي يعني رح أخليها مفاجأة لكم هاي أخذها على أماكن السياحية وأخذها النهر النيل والأماكن الحلوة بالقاهرة ومصر قام يعني يأخذها ويجيبها سياحة وطبعا هو سائق وأجرى وأنيق وفهمان وذكي ودارس يعني حتى يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة يعني المهم أنه يعني يجيب مبلغ من المالي أي شبيه هو شاب محترم وقاله وأخلاقه يعني زينة يومين ثلاث أخواني أربعة هاي ليلة ارتاحت يعني جدا جدا ارتاحت لهذا عمر وعمر نفسيته أيضا ارتاح قلبه يعني ارتاح الليلة كثير يعني بحكم أنه صار بيناتهم كلام وآخذوا وعطوا وأنتم وينساكنين ودراستي وهي تقول له يعني إيش دراست وكذا وهي أمال يعني تدرس أيضا هي طبيبة يعني بأمريكا المهم هو أيضا دارس مهندس معماري لكن وضعه يعني تعبان وفغير وصار تعارف هين بيناتهم الظاهر أنه بلشت بذور الحب تنزرع بقلوبهم ولسه هم يعني مهم شاعرين بهذا الشيء أما ليصير معاهم الشيء هذا تدريجيا يعني مجرد سائق وهاي البنت يعني مجرد صداغة أو يعني عمل يعني مجرد تعارف يعني عمل وقام هذا مرة على مرة وما سحبت الأمور معاهم شيء عشرة خمسة عشر يوم وهاي ليلة تعلق قلبها أبو عمر يعني حبته حب شديد حبته هاي ليلة ولسه بحياتها ما هي حب شخص أبدا حتى أنه يعني تعرضم لها كثير شباب يعني بأمريكا لكن هذولا يعني يدورون يعني تعارف يعني مالقة الحب الحقيقي اللي يدخل قلبها فوجدت هاي عمر وجدت أنه هذا عمر إنسان خلوق وفهمان وذكي وأنيق ودارس ومثقف فنزل بعقلها ونزل بقلبها مرة من المرات عزمته على كاسة شاي وقالت له أنت معزوم وروحتها نتغدى ونشرب يعني كاسة شاي وطبعا على حسابها على حسابها الشخصي هي يعني هو الله يكون بعونه يعني يعني هو سواق وما عنده يعني وهاي بدها يعني تغدى مطعم فخم يعني يمكن عجرة الغداء أسبوع كامل يشتغل على التكسي ما يجمع عجرة الغداء هذا عمر فعزمته هنا على حسابها الشخصي طبعا بعد ما قاعدهم وشربهم هنا شاي قالت له يا عمر أنا أريد أتكلم معاك بصراحة أنا أصلي مصرية ودرست هنا بالصفة يعني بالصفة الابتدائي ورحنا على أمريكا من زمان من قديم يعني وتربيت آني بالمدارس الأمريكية وما لقيت بهاي الفترة أنه شاب مثل حشيتك يعني قلبي ارتاح لك كثير لدرجة أنه أنا اكتشفت أنه قلبي مولع بيك وأمالي حبك يعني أنا أقعد بالليل أفكر بيك أستنى ثاني يوم يعني يا صباح أصبح مشان أجي أدق عليك مشان نروح يعني أحيانا يعني أحيانا أنا ما لي شغل ما أفكر يعني أنه أطلع نزها وما لي خلق يعني أنه أطلع لكن أنا أدق عليك مشان نطلع أي مشوار فقط يعني مشان أشوفك سبحان الله يعني قلبي يرتاح لك كثير فقال ليه يا أختي أنا شاب فخير وأنت يا أبوك إنسان ثري وقني جدا وأنا يعني بفارغ الأمور المادية بيناتنا يعني فارغ عظيم يعني جدا أنا زال مسائق مجرد شفير فقالت له يا عمر الحب ما يعرف قني وفخير الحب من أول نظرة من أول نظرة حب الإنسان لما نيعشق ويحبه يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما معنى الحديث يعني طبعا قال الأرواح جنود مجندة الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها أتلف وما تنافر منها اختلف وحيانا أخواني شوف شخص يعني قلبك ما يرتاح له وكون ما صار بيناتكم أي شي يعني ما بالشي بيناتكم ولا تكلمت معه ولا تعرفه لكن قلبك يش مجرد النظر علو سبحان الله قلبك ما يرتاح له المهم خلينا يعني بسالفتنا فقال ليه يا أختي ليلى أنا نفس الشعور قال لي أنت صاير معاش أنا أيضا والله أنا حبيتك والله ولقيت بيش الإنسانة البنت الفهمانة وذكية وجميلة بنفس الوقت ومتربية تربية زينة يعني أخلغتش جدا حلوة ومتواضعة رغم أنش يعني غنية وزنجيلة وأبوش غني لكن عندش تواضع عجيب قريب فأنا هاي الأمور اللي شدت انتباهي إليش وصراحة أنا حبيتك لكن إحنا بيعدنا مشكلة كبيرة هي مشكلة الغنى والفقر أنت غنية وأنا فغير وأظن أن والدش ما رح يعني يوافق ورح يمنع أنه هذا الزواج وما رح يخلي يعني هذا الزواج يتم يعني والدش ما رح يوافق فخلينا كل من بحاله وأنا بتكسيتي أوصلك وأخذك وأجيبك وننسى أمور الزواج والحب أول كذا يعني فقالت له يا عمر أنا ما أتركك وأنت معاي قال لها أنا معاك للموت يعني قالت له ما طولك أنت معاي أنا معاك إذا تحط إيدك بإيدي رح ننهي هذا الحب بالزواج إن شاء الله تعالى قال لها والعقبات قالت له أنت خلاص يعني قوي قلبك أنت مو شاب يعني رجل قال لها خلاص عين عيوني شو الله أنا عمر وإن شاء الله أكون قد الحمل لكن يعني أنت ما تتخلين عني يعني ما تتركيني قالت له أنا ما أتخلى عنك نهائيا ويروح هنا يوصلها للفندق وهذا عمر عنده صديق يعني هذا يعني مجرد صديق يعني ودائما هذا عمر يظل يستسر ويتكلم أسراره لصديقه فراح هذا لعند صديقه عمر عمر راح لعند صديقه وقال له يا صديقي يا صديق العمر أنا أريد أتكلم لك سر الشغلة يعني صارت بحياتي قال له خير قال له والله الأمر كذا وكذا وكذا وأنا والله بالصدفة يعني سائق التاكسي ورح أجبت جماعة من المطار وهاي أبوها يعني زنجيل وغني ويشتغل بأمريكا مقيمين يعني بأمريكا وعنده بنت اسمها ليلى وأنا أمال أأخذها وأجيبها وصار أمور يعني حب وعشق وورادة بيناتنا يعني حب نزيه يعني وهاي البنت يعني على أخلاق راقية وأخلاق جدا حلوة ومتواضعة وكذا والله يا صديقي أنا ما أنا عرفان محتار بأمري مبين عليه يعني أنه هذا الشاي بنفسيته عالي ومتعجرف ووالدها وغني وما أظن أنه هذا الأمر رح يتم قال له أي أمر قال له أمر زواجنا يعني أنا صار حب ما بيني وبين الليلة واتفاقنا أنه رح نتقلب على جميع هذه الصعوبات ونتوج حبنا بالزواج فهنية قال له يا صديقي إيش تنصحني طبعا هو أمال يطلب النصيحة من صديقه يعني مؤمن بيه قال له شوف يا صديقي أظن أنه هذا الأمر ما رح يتم وأنت يعني فارغ ما بيه فارغ ما بينك وبين هاي البنت فارغ بالفلوس والغنى وأحسن شي تقطع العلاقة ما بينك وبينها أحسن ما يتطور هذا الحب بيناتكم وآخر شي يعني تتفاجأ يعني برفض والدها وبعدين يعني يصيبك حدا الأمراض وحدا يعني الشغلات ابعد عن هاي الشغلة يعني أنا هاي نصيحتي إلك يا صديقي ولكن سبحان الله الشيطان قام يلعب براس هذا صديقه العمر وعنده غير مخطط يعني مخطط خبيث براسه أمال يفكر ويرسمه وثاني يوم هذا يروح هذا صديقه العمر هو زاد يعني عنده تاكسي ويشتغل عليها سائق فقام يفكر بينه وبين حاله أنه أنا ليش ما أروح لعندها يا ليلة وأنا أشتغل سواق عندها وأخذها وأجيبها وبلكي أنه أبتزها بالفلوس وأسوي يعني أضحك عليها وأسوي شغلة حب وعشقة ورادة بيني وبينها وأبتزها يعني بالفلوس في الثاني يوم راحل عند الفندق اللي تقيم بيه ليلى وطلع لعند الشقة اللي موجودة يعني بيه بالفندق هو طبعا فهم التفاصيل من صديقه عمر فهم كامل التفاصيل هذا راحل عند هاي الشقة ودق عليهم الباب فتحت لو ليلة قالت لخير قال لها أنا صديق عمر وعمر بعثني يعني عمر مريض وبعثني لعندش مشيان اليوم يعني أنا يعني أخذش وأجيبش وأنا أخذش للأماكن الجميلة هاي البنت ليلة قالت لها عجيب يعني عمر ما اتصل معاي وما كلمني يعني يعني المفروض أنه يكلمني يقول لي أنه مريض وكذا أنا بدي أروح لعند عمر بدي أزوره بدك تأخذني لعند بيت عمر فهنا قال لي يا أختي طولي بالك ما في داعي يعني ما في داعي لكل هذا الأمر يعني خلاص عمر بعثني وما في داعي تشغلين بالك أنت وين تريدين أنا أخذك هو براسه هذا الخبيث هذا صديق العمر براسه غير مخطط هالخبيث حاشاكم فهنا شالت التليفون ليلة ودقت على عمر مرحبا يا عمر قالها يا هلا قالت له خير أنت قال مريض وليش ما خبرتني وأنا بالي نشغل عليك وخفت عليك فقال لها أنا مرض أنا ماني مرضان قالت له عجيب هذا صديقك جل عندي وقال أنه يعني أنت مريض ومرضان وهذا صديقك فهنا عمر يعني انزعج انزعاج شديد وقال مركب بالتاكسي وجال عند الفندق وشاف هذا صديقه بويا ليلة ليلة قامت تبهد له الصديقه وقالت له عيب عليك هذا صديقك وأمال يعني يعني أنت تفتري عليه مشان تكسب يعني توصيلة تأخذني وتجيبني وكذا مشان الفلوس أمال تكذب على ظهر صديقك يعني وانه مريض وكذا معيب عليك يعني تريد فلوس أنا نطيق فلوس لكن لا تكذب وهنا جاء صديقه عمر وشاف يعني يتكلم ويا محبوبته ويا محبوبة قلبه ليلة وتهاوش هو وصديقه وقال له يا فلان النوب انت ما تمشي معاي نهائيا تقطع علاقتك معاي وانت خاين انت يعني ما تصلح انك تكون صديق لي طبعا هنا كان مزعوج عمر ومعصب المهم هذا صديقه الخبيث صديق عمر انزعج انزعاج شديد يعني اخجل جدام هذه الفتاة فشال حاله وراح لكن هذا صديقه كان عرفان يعني من عمر كل التفاصيل يعني يعرف انه هذا الشاي بوالدها عنده ابن اخت وابن اخته يحب بنته لانه تكلم له عن كل التفاصيل كان يعرف انه هذا الشاي يعني والدها عنده ابن اخت وابن اخته يحب ليلة يحب ليلة كثير يعني لكن ليلة ما تحبوه فهذا ثاني يوم هذا صديق عمر الخبيث ويروح لعند خطيبها سلام قال له يا هلا قال له قال له انا شفير يعني سائق التاكسي صديقه العمر وهذا عمر عمال ياخذها الليلة ويجيبها وصار بناتهم حب وعشقة وعمال يتفقون على الزواج من وراء ظهرك وانت منت دريان ونائم ما لك اي خبر بالدنيا ايش عمال يصير بيها من وراء ظهرك فقال له انت ايش عمال تتكلم قال له الامر كذا وكذا وهاي الليلة يعني هاي الليلة يعني ما تحبك وبدها تاخذ هذا الغريب هذا غريب وانا اعرفه وهذا عمر شاب مو كويس واخلاقه ميزينة وامال يبتز ليلة ويضحك عليها لاجل مال والدها لان هي الوريثة الوحيدة الوالدها فهين خرب كل الدنيا هذا صديقه الخبيث العمر وهذا ابن خالها الليلة يروح لاند ليلة يدق عليها التليفون ويجتمع هو وياها ويقول لها هذا السائق عمر نهائيا ما تمشين معاه ابدا ابدا خلاص احنا بدنا نغير السائق قالت له ليش يعني انت ايش خصك يعني ايش بدك مني يعني يعني شغلة مي شغلتك قالها انا اللي شغلة يعني انت من لحمي ودمي وهذا شاب غريب ما نعرف عنه اي شي قالت له هذا شاب كويس هو مجرد سائق تاكسي وانت مالك شغل معاي صارت بناتهم مشاحنة ظاهر انه بنت خاله ما نجغته وما ردت عليه فقام فقام راح هذا عنده الشايب الكبير خاله وقال يا خالي الامر كذا كذا هذا الشفير عمر امال يتضحك على بنتك وبدو يتزوجها وبيناتهم عشقة وحب ورادة وامال يعني يتضحك عليها لاجل مالها وهو شاب فغير ومعدم وحقه فرنق وحقه قرش ويعني طبعا على قولته يعني حاش عمر فهنا الشايب قامت نار جهنم تقلب رأسه وما عادي يشوف قدامه ويصيح البنت وليل يعني يا ليلة تعايلي هين فجت ليلة قالت له تامر يوبا قالها يا ليلة ايش غصدتش يعني مع هذا الشاب عمر قالت له يعني ايش انا ما غصدش مجرد سايق قال لها ايش قصتش معاه اتكلميلي قالت له اين قصة قال لها قصتش تكلمي ايش العلاقة ما بين شو بينه ايش علاقة الحب والعشق والرادة فقالت لوا والله يا والدي يعني هو شاب خلوق وفهمان وذكي وشاب محترم جدا متواضع وقال لها يعني انا الكلام هذا يعني كله ما يهمني والدها قال لها انا هذا الوصاف كلها ما يهمني هو مجرد شفير يعني اولها واخرها يظل سائق تكسي طبعا هذا على كلامه يعني هو انا اقول يعني ليكم هذا الكلام ناقل انا مجرد يعني ناغل للكلام مش لون صار بناتهم قال لها هذا مجرد شفير فقير حقه قرش هذا مجرد سائق يعني وانتي ما تصلحين لو هو ما يصلح لك انتي يعني تاخذين الشاب اللي يليق بيش مثل ابن عمتش يعني يعني هذا من لحمتش ودمتش وايضا غني يعني وانتي يعني الصيرين بنت خاله اشبه يعني عين الله عليه شاب كويس وكذا وليش يعني ما تاخذينه قالت لو يا والدي انا ابن عمتي ما احبه وما اريده يعني قلبي ما يرتاح له وهذا خشوم مبسمة ونظراته عالية ومو شايف قدامه يعني ابن عمتي وهذا عمر يعني شاب متواضع قال لها خلاص فدق هنا والدها على عمر تليفون وقال له اشوف يا عمر لآخر مرة اشوفك تجي او تشيل بنتي بسيارتك تاكسيتك والله اشوف علي احط عليك فلوس وارش الدوائر الحكومية يعني المهم لابسك تهمة اخليك تروح بيها عشرين سنة يا أما بنتي تبعد عن طريقها يا عمر ابدا ابدا تبعد عن طريقها مالك اي شغل معاها ابنوب فقال له يا عمي انا اي سويت والله انا يعني ايش ذنبي يعني ايش اذنبت انا ما اذنبت ولا ذنب يعني ما سويش شي قال له عمالة فهمك عمالة اتكلم معاك بالعربي مالك شغل ويا بنتي ليلة نهائيا وان شاء الله اشوفك وياها قال له خلاص تامر يا عمي ومثل ما بدك الثاني يوم طلعت ليلة قالت لو يا والدي انا بدي اطلع يعني اشم شوية هوا واريد اطلع شوية يعني اريد اطلع شوية من الفندق قال لها لكن بشرط اشرط عليش انه عمر يعني مالة شغل مالة شغل معاه ابدا ولا هو لوت شغل معاش ابدا نهائيا قالت له خلاص يا ابويا تكرم معيونك مثل ما بدك يصير وهنا طلعت ليلة وعلى اساس انه يعني بدها تقضب يعني تاكسي سواق جديد يعني ركبت هنا اشرت التاكسي سواق جديد وركبت معاه بالتاكسي الجديدة وراحت نزلت مكان معين ودقت على عمر سلام عليكم قالها هو عليكم السلام قالت له يا عمر وينك انت قالها انت وينك قالت له انا بالمكان الفلاني اما الانتظرك تعال عندي مباشرة مشان نقعد ونشوف بعض فهنا عمر شغل سيارته وجاء مباشرة على وجه السرعة لعند ليلة واثناء هو سايق على الطريق وماشي وامالي يفكر يقول يا ربي انا ايش ورطني بهذا الحب انا بحياتي يعني ما حبيت حب فتاة يعني لأول مرة انا احب فتاة واول حب هذا اللي انا اتورط به وهي فتاة غنية والدها نفسيته يعني عالية او حامضة ايش يعني انا تورط بهذا الموضوع ولكن انا والله احبها يعني هو يتكلم ويا نفسه انا والله احبها ولقيت بهذه الانسانة اللي اتمنها يعني بحياتي انها تكون شركة حياتي عدا انها يعني انها غنية هو موسائل يعني الصراحة هذا عمر موسائل عن يعني غناء ليلة هو مو مفكر بغناءها او فلوسها هو مفكر انها يعني بنت خلوغة ومتواضعة ونفسيتها حلوة وقلبها نظيف وذكية وفهمانة والاضافة يعني انه عندها شيء من الجمال يعني المهم يا جماعة وهذا حيل مهموم مقثوث فكره اممال يعني هو اممال سوق التاكسي فكره مشغول ومهموم ويلف هذا عمر بالتاكسي على اليمين ويلف على اليسار وبدو يسرع بدو يعني يوصل الاند ليلة باسرع ما يمكن مشان يتكلم معاها ويشوف ايش بدهم يتصرفون ويخطون يعني ايش بدهم يلاقون حل يعني ويا اخوة اثناء السرعة وهذا ماشي ومهم منتبه عمر وفكره مشغول يصير معا حادث سير يضرب سيارة ثانية وينغلون واسعاف على المستشفى وياخذونه وصار معا يعني جراحات اثناء الحادث عدة جروح واثناء يعني ما دخل على المستشفى وعاينه الدكاترة على اثر هذه العصابة يعني اللهم عافينا يلاقون انه صار معا فغدان للذاكرة حسبي الله ونعم الوكيل يعني حظه ما نحوس هذا كأني عمر وهذا ما عادي تذكر شي بحياته اي شي يعني راح مثل القيبوبة وهذا عمر لما انتأخر على ليلة انشغل بالها عليه كثير يعني فدقت عليه تليفون وهذا التليفون قام يرن بجيب عمر طبعا التليفون الحمد لله انه لسعته على غير الحياة يعني ما صابت ولا كسور ولا صابوا شي فالدكاترة لاحظ انه بيرانين يعني تليفون بجيب هذا المريض المريض هذا المسعوف ليهم فالدكتور شال التليفون ورد على التليفون قالوا مين معي قالت له انا ليلة مين قالت له انا امال اتصل على عمر قال ليها انت تعرفين قالت له نعم انا محبوبة وانا خطيبة قال ليها يا اختي هذا عمر صار معاه حادث بالسيارة وصار معاه بعض من الجروح لكن مع الاسف الشديد صار عنده فغداء لذاكرة يعني ما عادي تذكر شي نهائيا فهنا يا اخوة خربت الدنيا على ليلة قالت له وين المشفى قالها العنوان كذا 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 فركبت السيارة العجرة ركبت سيارة عجرة ليلة وطلعت عند المستشفى مباشرة اطران 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 زيارة طلعت مباشرة على محبوب قلبها عمر لكن اخوتي ايش تتوقعون بدوا يصير يعني على ليلة اهل مسكينة هيا اسمعهم ايش يصار معاها وهذا الخبيث هذا صديق عمر اللي انطرد من ليلة وانطرد من والدها وانطرد من ابن عمتها هذا الخبيث ايش قام يفكر هذا يعرف وين ليلة ووين ليلة امال تروح وتجي يعني ففكر انه بدوا يسوي عملية اختطاف بدوا يختطف ليلة وبعد ما يختطفها بدوا يطلب فدية من والدها يعني شقل اجرام لكن شوفوا مشلوم بدوا يصير معا هالمجرم هذا هالخبيث صديق العمر اللي هو سبب كل المصائب هذي هذا متواعد ويا سائق ثاني وسائق الثاني ايضا مخ وشيطاني متفاهمين شلون بدهم يسوون هاي الخطة وعمال يراغبون ليلة ويوم شافوها انه بدها تاكسي وسيارة يجي هذا السائق يعني الثاني يصوف قدام ليلة قال يا أختي لازمتش يعني تاكسي توصيله قاتلوا ايه والله مباشرة أخي الله يوفقك خذني لعند المشفى الفلاني قال ها تكرمين اطلعي على السريع يقوم يطالحها وين يطالحها بسيارته وياخذها على أساس انه على المشفى وأثناء مماشين على الطريق يطلع هي ما تعرف البلد هاي ليلة هي غريبة عن البلد يعني ما تعرف البلد والمنطقة يعني يطلع بها برات البلد قالت له يا أخي وين المشفى هذه قال لها يلا يا أختي دقيقتين خمس دقائق نوصل إن شاء الله قالت له يا أخوي العادة أنت طلعت برات البلد يعني وين المشفى قال لها هاي المشفى المشفى هذه برات البلد أنت ما تعرفين أنت من أمريكا وما تعرفين به المناطق قالت له خلاص أمرك لكن هي يعني تعجبت أنه كيف أعرف أنه هي من أمريكا لكن ما انتبهت لهذا الموضوع المهم قالت له خذني الأند عمر قال لها خلاص أنا أخذك اللي عنده وأهلا وسهلا وهاي لما طالعوها برات البلد يا أخوة الشائق التاكسي طالع ليلة على مكان خلاوي بيو كروم وما بيو حدا ومكان يعني برات البلد وعيذي نزلها من السيارة قالت له وين منزلني وقال لها نزلي ويجي هنا يعني صاحب العمر هذا صديق العمر الخبيس دا حاجة هاي ليلة هيتعرفوا شافتوا يعني من قبل وهنا لما نعرفتوا يغبضون عليها يمسكونها ويحطون على أثمها يعني مثل منديل أو لاسق يعني للزيق يعني مشان ما تصيح ويربطون أيدينها وياخذون التليفون من جيبها ويدقون على والدها ألو السلام عليكم يدحج هذا والدها الشايب الحغير هذا يدحج على التليفون رقم بنته وإني رجال أمال يتكلم معاه ألو مين معاي هذا رقم بنتي يعني أنت ليش أمال أنت تتكلم معاي قال له أنا شخص ما تعرفني معاك مهلة 48 ساعة يومين يعني فقط إحنا بدنا المبلغ الفلاني يعني هما طلبا منه مبلغ هائل جدا جدا لأن هذا يعني صديقة العمر كان يعني فهمان من عمر أنه هذا والد ليلة كان عنده يعني مبلغ تاجر وزنقيل وغني وعنده مبلغ جدا هائل هذا جايبه يعني على مصر مشان يستثمر ويسوي تجارات واستثمار جايب مبلغ معاه يعني شي ثلث ملايين دولار تقريبا فقال له أنا بدي منك ثلث ملايين دولار لقاء أني أعتق بنتك ليلة قال له أنت إيش أمال تتكلم أنا ثلث ملايين منين بدي أجيب لك أنت منين قال له أنت ما يهمك أنا منين إذا بدك بنتك ليلة على قيد الحياة تجيب لي ثلث ملايين دولار قال له أنا ما عندي ثلث ملايين قال له أحنا نعرف كل شي عنك أنت جايب معك ثلث ملايين دولار مشان تسوي صفقات تجارية بمصر بالقاهرة فقال له وخلاص مثل ما بدك وين الموعد قال له الموعد تجي أنت بالمكان الفلاني ترمي شنطة الفلوس الدولارات اللي بيها الدولارات وتتركها وتعيفها يعني مكان الفلاني ما بدنا أي جهة حكومية رغبك أي خطأ اللحظ عليك أو أي جهة حكومية تجي يعني اعتبر أنه بنتك ليلة في عداد الموتة يعني تنسى أنه كان في عندك بنت اسمها ليلة قال له خلاص يا أخي تكرم تكرم عيونك والله لا تعدون بنتي وأنا أجيب لكم الثلاث ملايين دولار وهذا والدها يشيل حاله ويروح الوين بعد ما سكر التليفون راح لعند البوليس يروح لعند الجهات الأمنية ويخبرها يقول لهم يا أخي احنا هنا ببلد مافيات يعني أنا جاي هنا أدور استثمار وأستثمر وهذول خطفهم بنتي جماعة مجرمين فهنا الجهات الأمنية أخذت احتياطاتها وقال ملوة لأبو ليلى قالوله أنت بدك تتصرف مثل ما نقول لك أنت مجرد أنك تروح على ذاك المكان اللي قال لك عليه وتحط شنتة الفلوس ويعني قال ليهم أحط شنتة فلوس حقيقية يعني قال مجرد يعني لعبة هيش قالوله أنت مو عندك ثلث ملايين دولار يعني احنا نكفل لك إياهن أنه ما يروحن يعني إحنا يعني أنت لا تخلط شنتة فاضية حط بها ثلث ملايين دولار حقيقيات يعني حط الفلوس بها إحنا الراغب راغب لك هذا الشاب وأنت تحط شنتة الفلوس الثلث ملايين يعني دولار بيهم وتتركها بالمكان اللي قال لك عليه هذا المجرم وبس إحنا يعني نعرف شلون يعني نشتغل إحنا الراغب من بعيد لبعيد ونحاول نقبض عليه لما نوصل بنتك ناخذ الفلوس منه ونرجح ها إليك وناخذ بنتك قام توعدا بمكان قال لو أنت تتركها شنتة وتروح هذا جابت شنتة وجاب الفلوس كلها يعني كانت موجودة الثلث ملايين دولار موجودات يعني بهاية شنتة أخواني هذا الحغير هذا والد ليلى اللي نفسيته حامضة وشايف حاله على هالفلوس وكذا ونفسيته جغرة هذا إيش مسوي هذا ساحب ثلث ملايين دولار من أمريكا يعني هو عنده أموال ساحب الأموال وطبعا بي عنده شقة فلا وعنده سيارات وعنده كذا لكن المال الموجود يعني كأموال ساحب ثلث ملايين وجاي هنا يريد يستثمر يعني بهذا المبلغ ومبلغ يعني موه خلث ملايين دولار مهن سهلات يعني مبلغ لا بأس بي قال مهم يا جماعة وثاني يوم هذا والد ليلى يجيب تشنته ويحطها بالمكان المحدد ويروح ويروح طبعا وقلبه هذا يعني يطب ويا ربي بس ما يروح هنا الفلوس وهنا أخوانه الدولة أمال التراغب يعني هذا المجرم من بعيد لبعيد ويجي تاكسي وشيل هاي الفلوس وشد بيها طبعا قامت هالدولة من بعيد لبعيد يراغبونه يراغبون شيء أنه ما يشعر عليهم وما يحسوا وما يدري هذا ألا حاجز يعني المجرم ما شخ ألا حاجز يأشر له حاجز دولة شرطة يأشرون له قف قف والله يوقف قالوا له انطينا اسمك وإيه الشيل معاك أنت المهم فهم لاحظ هذا يعني صديقه هذا الخبيث لاحظوا أنه هذول الشرطة البوليس يعرفون بالموضوع ويشقل سيارته يا جماعة هذا يشقل السيارة أو ينهزم وشد ويدوس على السيارة وينطيها بنزين الآخر عيار وتبلش هنا المطاردة يعني ألفت السرعة صارت مية وخمسين مية وثمانين قاموا بسرعة جنونية يسوق المهم تلاحقوا السيارات البوليس ويصير المطاردة يكونون يطاردونه وهذا على الحظ يعني يشوفوا مشلون بده يتخلص من هاي تشنتة يعني اللي بيها ثلث ملايين دولار مشان ما يقبضون عليه وهذا يعني هو الدليل الوحيد انه انه مجرم كذا انه شنتة ايش يخطر بباله هذا المحبول المجنون هذا يعدي فوق جسر النيل بمصر فوق جسر النيل ويشيل الشنتة ابوه بالات ويزيتها من فوق الجسر واني الفلوس اللي بتشنت ثلث ملايين دولار كلها طاشة وعبت السمه طاشة الفلوس وتنزل من فوق الجسر على نهر النيل واني الفلوس ساحبها النهر ومو ظالم منها ولا دولار هو على موج بقش مؤثر مع يعني شوفهم كل شي له حكمة الله بده يروح مال هذا الحغير والدها النظرته عالية ويشوف انه الفقراء والمساكين انهم يعني يفكرهم هذا خدم وحشم عنده يعني كأني خدم عنده يا أخي يعني انت غني الله منطيك هالغنى لازم تتواضع الخلق الله وعرف انه هاي النعمة والفلوس الله انطاك إياها ومثل ما الله ارزغك رب العالمين بغدرته خلال لحظة وحدة خلال لحظة وحدة يروح لك كل المال اللي عندك لكن سبحان الله بني آدم نفسه النفس أماره بعد هنا طبعا اخواني بعد مطاردات وهذا يمسكونوا وقالوله وين الليلة قال ليهم والله ليلة بالمكان فلاني الله يخرب بيتك انتوا شنو هاي اللي زتيتوا يعني بالنهار قالولهم والله انا هاي شنت الفلوس قالوله والله يخرب بيتك هاي ملايين الدولارات خرابة بيت الرجال هذا يجمع المهم هذا الشاب طبعا صديقه لعمر الخبيس يمسكونوا وياخذونوا عسجن ويتقدم للمحكمة وبعد ما تقدم للمحكمة بتهمة الاختطاف وابتزاز وسرغة اموال يعني عدة جرائم تتركب عليه وين حكم يمكن اثنى عشر او ثلاث عشر سنة تقريبا بسبب هذا الجرم طبعا هو انحكم اكثر من هذا الامر لكن راح ربع المدة وكذا وتخفيض ومحامي المهم سبتا عليه اثنى عشر او ثلاث عشر سنة الحكم واجيناكم هاي ليلة هاي ليلة اول شي صار والدها فغير يعني ظل عنده اموال مو ما ظل عنده عنده سيارات بامريكا وعنده وعنده فال مرموغة يعني حقها مبلغ كويس يعني ويجون اللي عندها وياخذون هاينا طبعا البوليس ويفكونها ويفكونها طماشات من اثمها وسلمت على والدها والدها حضنها وقام يبتش والدها وهي يتبتش ايضا ويا ابوي انا كان بدهم يغتلوني وقال لها يا بنتي والله راحت الفلوس يا ابوي انا كان بدهم يغتلوني يقول لها يا بنتي الفلوس راحت ثلث ملايين دولار انا خسرتهم يقولها انه هذا ابن الكذا كذا زدتهم بنهر النيل الله لا يوفقه يخرب بيتها الله يخرب بيتها مثل ما خرب بيتي قالت له يا ابوي الفلوس اللي بنتك مو بنتك بخير المهم قالت له يا ابوي شوف علي انا بدي اروح اشوف عمر عمر ما ادري ايه صار معاه عمر فاغد الذاكرة المهم قال انا مالي فاضي الامر المهم خذاها راحم عند الفندق وراحم على مكانهم وتركب هاي ليلة وقالت لو انا بدي اروح ازور عمر خاف يحتاج يعني مساعدة وهالشاب ما قصر معانا فتركب تركب تاكسي وتروح عند عمر واثناء ما شافها عمر طبعا هنا عمر فاغد ذاكرة لكن سبحان الله وزتت يعني هي حالها على عمر وتقوم تبشي وبهاي الاثناء سبحان الله كأني صدمة اجت عند عمر يعني هو ما اما لتذكر اي شي ويوم شافها وقامت تقول له يا عمر يا حبيبي انا ليلة تذكرني سبحان الله وترد ذاكرته العمر وترد الذاكرة ويا ليلة شلونك قاتل الحمد لله انا بخير انت شلونك طمني عنك قالها الحمد لله انت بخير قاتلو انا بخير انا مو مشكلة كل الامور تهون قدام يعني حبي وحبك وبعد هنا اخواني مات ما انت عنه هو ايضا الحمد لله من فضل رب العالمين يعني صارت له صدمة هاي شي من شاف ليلة وكذا وذكرته وقاله ما تقول له انا ليلة وكذا كأني صدمة المهم رجعت تقول له ذاكرته والحمد لله بها اه بها بها الفترة يعني جروح متلائمة وكذا وماشي حالو طبعا هنا ليلة تروح لعند والدها وقالت له يا والدي انا اريد اتكلم معاك بكل صراحة انا هذا عمر حبيته وانسان خلوق وفهمان وذكي ومهندس يعني هو دارس ومثقف مهندس معماري لكن فغير قال ليها يا بنتي فغير يعني ما يصلح يكون ايليش يعني قالت لي يا ابوي انا ما يهمني فقره انا يهمني اخلاقه الاخلاق اهم من القناة بعدين الحظ انت حاليا ما يطلع لك تقول له انه هذا فغير لان انت ايضا صرت فغير يعني ملايينك اللي جبتها مال بدك تستثمر بيها راحت بنهر النيل راحت بشربة مي شخطة مي راحت طبعا هي ميش امتانة بواردها لكن هذا اللي صار معا قال ليها يا بنتي الله يوفقك بل عمر قالت له يا ابوي الله يوفقك سعادتي يعني انا ويا عمر سعادتي انا مو ويا ابن عمتي ابن عمتي هذا انا ما احبه وما اعطيقه الارض اللي يمشي عليها شوفتها عالية ونفسيتها عالية كثير وما احبه المهم قال لها خلاص يا بنتي طبعا هنا الاب ما ظل عنده فلوس وهدية نفسيته وصارت نفسيته وواطية وقال لها خلاص يا بنتي خلاص مثل ما بدتش لكن انا بيه عندي شرط قالت شرطك على راسي وعيني ايش هو قالت قالها انه يروح معانا على امريكا وانا اعرف يعني بمجال عمله انه هذا مهندس معماري عندي اصدقاء يشتغلون بهذا المجال وبشركات يشتغل بهذا المجال وانا رح اتكلم مع اصدقائي ويتوظف هذا بامريكا والرواتب هناك عالية يعني يتحسن وضعه المادي واثناء زيارته يعني اثناء سفره لامريكا وهو مقيم بامريكا رح يتم الزواج هناك هو بنفس الوقت يعني هو سبحان الله هذا عمر مثل ما قلت لكم هو يتيم يعني المهم قالت له خلاص ما بأي مشكلة الله يزيك الخير والله يوفقك وطبعا يعني مثل ما قلت لكم الشاي بنستوي يعني ما يظل عندها فلوس سبحان الله بعض ناس يومن يصير عندها فلوس شوفتها صير عالية يعني فوق فوق وتقوم متدحج عن الناس عن الفغراء والمساكين يفكرونهم خدم وحشم قدامهم ويومن ما يظل عندهم فلوس نفسيتهم يتهدأ ويعني حالتهم يا زينهم يومن هم فورا وطبعا مو الكل يعني والله يا جماعة بناس أغنية ونفسيتها متواضعة ويحبون المساعدة ويساعدون الفغير والمسكين والأرملة واليتيم وما ينسون حدا يعني يعني ما ينسون النعمة أنه هاي نعمة من رب العالمين الله فضل عليهم بهاية النعمة وما يشوفون حالهم على خلق الله سبحانه وتعالى لكن هذولا والله قليلين يعني كثير منهم نفسيته تتغير كثير من الناس نفسيتها تتغير خاصة بالأخص إذا كان فغير وصار غني يا لطيف يا لطيف في ناس تتغير نفسيتها وفي ناس ما تتغير المهم خلينا بسالفتنا إحنا مشاهل ما نبعد يعني لي بعيد أخاف أني طولت عليكم يا جماعة وهذا يتفقون هي وعمر ويسافرون ويا بعض ويروحون على أمريكا وفعلا يتوظف بشركة بناء وهو مهندس معماري وعنده شهادة ويصير أموره المادية يعني جيدة ولا بأس بها ويتم الزواج ما بينه بين الليلة وعايشين بخير وسلامة والحد الآن هو مقيم بأمريكا هذا عمر هو وليلة وهذاك صديق عمر الخبيس أبو المصايب المجرم راح على السجن 12-13 سنة نحكم عليه وهي سالفتنا أخواني أتمنى إن شاء الله إنها نالت عجابكم أخوتي الغنى مو كل شي الغنى غنى النفس المهم إن الإنسان نفسيته المتواضعة تكون متواضعة وما يتكبر على الخلق الله والمال الله أنطاك إياه ومثل ما أنطاك هالمال الله يقدر ياخذ هالمال يعني برمشة عين الإنسان دائماً مثل ما قال رب العالمين يعني لا إن شكرتم قال لا إن شكرتم لأزيدنكم نسأل الله العفو والعافية وأتمنى أن هذه القصة استفدتم منها اكتبوا لي أخواني الكرام إيش رأيكم بعمر وليلة وإيش رأيكم بهاي الأحداث اللي صارت بهاي القصة أتمنى تكتمون لينا أراكم بأحداث هذه القصة في غسم التعليقات وما تنسون الاشتراك بالغناء وتفعيز للتنبيهات أتمنى إن شاء الله أنه نال أعجابكم هذا الفيديو والسلام عليكم أخواني ورحمة الله وبركاته والله ينطيكم العافية